موسيقى موسيقى قبل ثلاثة أيام غار طيران التحالف العربي على مجلس عزاء في قرية شراع بمديرية أرحب سقط إثره عدد من النساء والأطفال بين شهيد وجريح وهذه ليست الضربة الأولى لطيران التحالف التي تطال مدنيين فقد سبقتها غارات كثيرة تصل ربما إلى ثلاثين غارة ثلاثون غارة جوية خاطئة استهدفت أو أصابت المدنيين خلال ما يقارب العامين رقم كبير يحمل حوله الكثير من علامات الاستفهام والتعجب ولا بد أن نتوقف عنده للنقاش إذن الضربات المتكررة لطيران التحالف على المدنيين بين المسؤولية والعقاب هذا هو موضوع حلقتنا الليلة من برنامج فضاء حر منذ انطلاق عاصفة الحزم التي اكتسبت شرعيتها من طلب الرئيس هادي للتدخل ومن ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ومقرارات الجامعة العربية والتي جاءت جميعها لتأكيد حق اليمنيين في استعادة السلطة من يد تحالف الانقلاب الذي قوض كل مؤسسات الدولة وأطاح بكل ما توافق عليه اليمنيون وقتل وشرد واختطف الآلاف غير أن هذه الشرعية شرعية التدخل العسكري لا تنسحب على قتل المدنيين الذين تطلعوا منه حسما سريعا وعاجلا لمعاناتهم وبحسب طبيعة الحروب هناك مساحة دائما للخطأ لكن أن تتحول هذه المساحة إلى فسحة مفتوحة لقتل الأبرياء والاستهانة بأرواحهم فهذا أمر غير مقبول وغير مبرر وأن يأتي هذا القتل من الجهة التي تمثل الدولة والشرعية يصبح الأمر أكثر إيلاما وكارثية أسئلة كثيرة حول المسؤول عن هذه الضربات وقبلها عن الإحداثيات وعن التحقيقات التي تمت ونتائجها وعن تعويض أسر الشهداء وعلاج الجرحة وعن التدابير العسكرية لتفادي تكرار مثل هذه الانتهاكات سيكون نقاشنا الليلة مع ضيفينا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي سليمان العقيلي ومن لندن سيكون معنا الناشط الحقوقي أو الباحث في مجال حقوق الإنسان البراء شيبان أرحب بكما ضيفي الكريمين وأبدأ معكما بالسؤال المشترك برأيكما من هو المسؤول عن هذه الضربات التي يسقط بسببها المدنيون والبداية معك سيد سليمان نسأل خير لك والمشاهديكم الكرام نسأل نور في حقوق تحصل في بعض الأطفاء أحيانا ناحية جو يعني تضرب قوات ترتاحة ما يسمى ترانس صديق وهذه الأطفاء تضرب كل الحروب أثناء خير متعمدة وبسبب علومات إحداثيات خاطئة وبسبب أخطاء طياد هذه التحالف العربي وعذب التحالف وهو كان شباب منذ البداية كل الأخطاء التي تقع فيها لأن عن عن مسؤوليته فيها وعن أعداده التحالف وعن يعني لم يعني 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 أستاذ سليمان سوف أكتفي بهذا الرد يعني هناك أيضا مشكلة في الصوت يعني أتمنى أنني فهمت من كلامك بأن تحدثت عن مسؤولة التحالف بشكل أو بآخر من خلال اعترافات صدرت عن التحالف بهذا الشأن لا أدري إن كان هذا ما قلته سيد سليمان نعم أقول التحالف وحقق في الموضوع يتأكد إن كان هناك خطأ ما نعم وهو بالأكيد سيعلن عن ذلك إلى الأيام الخادمة وقد عودنا بالتحالف العربي تحمل المسجد الأفراقية وحتى السياسية أمريكة أفراق خير مقصودة في هذه طيب طيب بالنسبة لك أستاذ براء يعني من تحمل مسؤولية هذه القراءة دعنا نقول وتكرارها تحية لك أستاذ أسوان وتحية للأستاذ سليمان وكذلك تحية للمشاهدين الكرام بحقيقة الأمر عندما نعود إلى القانون الإنساني الدولي عندما نعود إلى طبيعة التوصيف مثل هذه مثل هذه الحوادث هي تدخل الآن أنا بالنسبة لي خرجت من نطاق فقط أخطاء إلى حالة الانتهاك وحالة الانتهاك هي واضحة كأنها تكررت دون مراعاة جدية أو على الأقل لا نستشعر بالمراعاة الجدية لارتفاع كلفة الضحايا المدنيين أنا أقدر أن هناك قواعد الاشتباك أو وضع المدنيين تحت ضل قواعد الاشتباك مختلفة عن وضع المدنيين في الظروف الطبيعية والاعتيادية ولكن هذا أيضا من نظمه القانون الإنساني الدولي وهو الذي ما يجب أن تلتزم به الحكومة اليمنية وما يجب أن يلتزم به التحادث نعم في نقطة فيما يتعلق مثلا في بند حماية المدنيين دعنا نوفر دعنا نوفر هذه التفاصيل دعنا نوفر هذه التفاصيل في سياق النقاش إذن أشكركم ضيفي الكريمين على الإقابة على هذا السؤال الافتتاحي والمشترك وأدعوكم والمشاهدين الكرام لاستعراض هذا التقرير الذي يرصد أبرز ضحايا ضربة التحالف بحسب منظمة سام للحقوق والحريات نشاهده ومن ثم نعود السينا في النقاش ترجمة نانسي قنقر 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 الكريمين والعودة إليك أستاذ العقيلي كنت قد تحدثت أنت عن أخطاء تحدث في الحروب وتحدث الأستاذ البراء عن أن ما يحدث من ضربات تستهدف المدنيين تقاوزت مسألة الأخطاء إلى الانتهاك الانتهاك الإنساني كيف يمكن أن تعلق أستاذ سليمان أيها أسمع أتفضل أسمعني أيها أسمع أسمع نعم طيب إذن إلى أن نحل المشكلة مع سيد سليمان العقيلي من الرياض أتحول إليك البراء كنت قد تحدثت عن هذه الجزئية مسألة الخطأ والانتهاك هل يمكن أن تفسرها لنا يعني قانونيا ما الفرق بين المفهومين نعم ابتداء مثل ما ذكرت هناك فرق في وضع بالنسبة لما يتعلق بحماية المدنيين في الأوقات الطبيعية فيما يتعلق أيضا بحماية المدنيين في أوقات الصراع المسلحة فيما يتعلق الآن باليمن بمجرد أن بدأت الحرب وأعلنت الحكومة اليمنية ذلك رسميا دخل كل تقريبا معظم اليمن تدخل ضمن هذا الصراع المسلحة لكن في إطار ذلك هناك مناطق مكتظة بالسكان وهذه المناطق المدنية المكتظة بالسكان يجب أن تجنب قدر الإمكان من معظم الضربات كونها بعيدا أصلا عن مناطق الاجتباك فيما يتعلق أيضا بالتفصيل كذلك هناك عدة قواعد يجب أن تحكم العملية الضرورة العسكرية يجب أن هناك تمييز بين المناطق المدنية والسكان المدنيين والمقاتلين يجب أن تكون حجم الضربات هناك يسمى التناسب أن تكون حجم الضربات متناسبة مع الهدف أو مع العملية يجب أن يكون هناك مراعة للإنسانية ويجب هناك مراعة للإحتراس وكذلك هناك جانب حضر الأسلحة ولكن أنا أكاد أن أجزم أنه على الأقل من بين هذه الستة القواعد أن التحالف قد خالف أربعة منها بشكل واضح وصريح لأن هناك عملية تكرار في هذه العملية ليست خطأ ليست حالة فردية ليست مرة من المرات يقول أنهم يمكن أن أحدث خطأ هناك حالة تكرار في هذه الحوادث وهذا التكرار لا ينتج عليه محاولة تصحيح مثل هذه هذه العمليات ليست أول مرة تسقط فيها مدنيين في مناطق بعيدة عن مناطق الاشتباك وليست أول مرة أن يسقط فيها مدنيين ليس لهم أي دخل بالصراع حتى لو افترضنا تواجد الفوتين في مناطق قريبة هناك فرق في التناسب أنت إذا تستهدف مثلا سيارة دفاعية ربع فيها بعض المسلحين وتكون النتيجة أن هناك 18 أو 12 قتيل هذا ليس هناك تناسب في هذه العملية هناك من يطرح بأنه كما تعرف الإنقلابيين لا يحترموا أي من قواعد الحرب وهم يستخدمون التجمعات المدنية والتجمعات السكانية يعني كمخازن أسلحة ولا أظن أن هناك مساحات خارجة عن مناطق الصراع سأعود إليك أستاذ براء دعني أتحول الآن للأستاذ سليمان العقيل إذا كان قد استمع إليك أرجو أن أجد تعليق منك على ما طرح أستاذ براء والله أنا ماني يعني ما سمعت بدقة يعني كلام ولكن هو بالمقمل أستاذ سليمان هو تحدث بالمقمل بأن بأن هذه الضربات لم تعد مبررة بحسب القانون الدولي الإنساني التحالف العربي شكل لجنة حقوقية فيها خبر عسكريين وحقوقيين وفيها طيارين وفيها منظمات الأمم المتحدة ولدي في الحقيقة من الإمكانات القانونية وغاء التحليلية ما تمكن هذه اللجنة من الاطلاع على السجلات التحالف العربي هو في الواقع جهة سياسية مسؤولة وذات أخلاقية وهو أوكل لهذه اللجنة دراسة كل الحالات التي يحصل في أخطاء وهذه اللجنة يسترك فيها أحيانا أمريكيون ومن الأمم المتحدة ولذلك التحالف ليس في صدد البحث عن تبريرات أو أعذار هو في الحقيقة ويواجه أي خطأ سواء من طيارية أو من الذين يعطون الإحداثيات هذه في الواقع أنا أدافع عن التحالف لمعرفتي بحسه الأخلاقي الرفيع وبحسه السياسي العالي وأنا على ثقة أن التحالف لا يبادل الحوثي الذي يقصف المدن اليمنية والمدن السعودية ويقتل المدنيين والمقيمين غير السعوديين وغير السعوديين على الحدود بالصواريخ الكاتيوشة ومصاريخ سليمان وهذا السؤال هنا يطرح لكم والتحالف تحديدا ما الذي أبقاها التحالف حتى يميز نفسه عن المليشيات الخارجة عن القانون التي لا تحترم المواثيق الدولية وقوانين الحرب عندما تستهدف قوة التحالف مرة بعد أخرى المدنيين حتى أنه ظهرت ما يقال بمتلازمة قاعة العزاء ما القصة كيف يمكن تفسير ذلك سؤال لي نعم سؤال سليمان والله أنا ما عندي معلومات عن قاعة العزاء وش السبب في قصفها لكنها لم تتعدى حادثتين يعني وأنا أعتقد في الموضوع توظيف سياسي وأن الذين يوظفون هذا الحادث ثم يريدون إعطاء مبررات لهذه الميليشيات غير المسؤولة والمنفلتة والتي لا تتمتع بأي حس مسؤولية ويريدون إعطاءها العذر لكي تمارس عربدتها على الشعبين السعودي واليمني وأنا أعتقد أنه في تضخيم للقصة لأهداف سياسية فقط وليس لأن الضحايا المدنيين الذين سقطوا بفعل التحالف كثيرين الذين سقطوا بالأعمال الحوثية هم بالآلاف بينما الذين سقطوا عن طريق إخطاء التحالف نعتقد أنهم لا يتعدون العشرات نعم أستاذ البراء كيف يمكن أن تعلق على هذا الطرح وهل يمكن أن تأخذ الأمور على هذا النحو مسألة عدد الضحايا هنا أقل أو أكثر هل يمكن أن نأخذ الأمور بهذا الشكل ويقاس بهذا المنطق من الجانب الحقوقي نعم بالنسبة المسألة أن الحوثيين قتلوا أكثر من التحالف هذا ليس مبرر أبدا بالعكس تماما مسألة أن الحوثيين مارسوا الانتهاكات هذا نفس المبرر عندما نقول أن القاعدة قامت بعض الانتهاكات ولذلك يبرر أي مارسة من قبل الدولة أنا أريد أن أقول أستاذ سليمان أنه مثلما عندما تنتهك جماعة القاعدة وتحصل ردة الفعل يكون فيها مبالغة من قبل الدولة ويذهب ضحاياها مدنيين ويجتنفر الجميع يجب أن يكون نفس الاستنفار عندما يذهب الضحايا من التحالف ليس هناك فرق حتى لو صنقنا أن الجماعة القاعدة مثلها مثل جماعة القاعدة لا تراعي القانون الإنساني الدولي وتضع الكثير من المدنيين في خطر كذلك عندما يتعلق الأمر على سبيل المثال تنظيم داعش يفجر ويقتل ولا يراعي المدنيين في حالة الصراع الرد عندما يكون يستهدف الكثير من المدنيين هذا لا يبرر أبدا المفارقة هنا على سبيل المثال عندما حدثت عمليات المخى على سبيل المثال أعلن التحالف بشكل واضح للمدنيين أن يخل المنطقة لأن هذه ستكون محل صراع أو ساحة قتال وبالتالي استطاع بعض المدنيين مغادرة المكان وعندما قامت جماعة الحوثي بحاجز بعض المدنيين تتحمل جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام حتى القانون الإنساني الدولي وهو ما تبين بشكل واضح أن التحالف أعلن وبالتالي حتى سقط على سبيل المثال في المخى سقط هناك بعض المدنيين ولكن كانت المسؤولية على الحوثيين لأنهم لم يسمحوا لهؤلاء المدنيين مناطق الصراع هؤلاء لا يترقوا أي اندار المدنيين بأن هذه المنطقة سوف تقصر يتم قصفها وبعد ذلك نقول أن هناك كان هناك تواجد لبعض الحوثيين نعم براء لكن أيضا من جهة أخرى لدى طرحة الأستاذ سليمان بعض الصحة فيما يتعلق بجزئية التضخيم القرائم من قبل الكتيبة الحقوقية للإنقلابيين بالنظر إلى مسألة مدى التغطية لقرائم الإنقلابيين من جهة وأيضا انتهاكات وقرائم التحالف من جهة أخرى وأنت تعرف أستاذ البراء هذه القهود التي تقوم به هذه الكتيبة إلى أي مدى أدت هذه القهود التي استغلت هذه الأخطاء إلى تشويه الملف الحقوقي وتضليل العالم لحقيقة ما يحدث في اليمن على الصعيد الإنساني تحديدا نعم بداية نريد أن نتفق أنا والأستاذ سليمان أن مسألة أن نقارن أنفسنا بالكوثيين هذا ليس هو المعيار أن جماعة الحوثي تقوم بانتهاكات هذا ليس هو المعيار هذا يجب علينا أن نتفق أنا والأستاذ سليمان حول هذه النقطة مسألة أن هناك تضخيم إذن يجب علينا أن لا نقوم بهذا الأخطاء حتى لا يتم هناك تضخيم ولا يتم هناك استغلال فهذه العملية بالنسبة لي مدانة من الناحية القانونية مدانة من الناحية الأخلاقية كونها استادفت من المدنيين ومدانة من الناحية السياسية كونها تخدم الإنقلاب أكثر ما تخدم الشرعية نعم أنا سألتك كيف استفادت الكتيبة الحقوقية التابعة للإنقلاب من هذه الأخطاء بالنسبة للحوثيين هم على تواصل دائم مع المكتبة المفوضية السلامية لحقوق الإنسان على سبيل المثال يستدعوه في كل مناسبة تحصل مثل هذه الانتهاكات هذه بالنسبة لهم قدمت التحالف والشرعية هؤلاء المدنين على الطبق من ذهب لجماعة الحوثي كورقة ابتزاز سياسي وورقة ابتزاز أخلاقي ومكتبة المفوضية على فكرة هو موجود في صنعاء يعني بسهولة بإمكانه الوصول إلى هذه المناطق والتحقيق من هذه الانتهاكات يجب على التحالف الحكومة اليمنية عندما تحصل مثل هذه الحوادث أن تعلن مباشرة في التحقيق لا تنتظر كثيرا أن تعلن مباشرة في التحقيق تعلن النتائج بشكل سريع وتتواصل مع الضحايا وهي النقطة المفقودة في العملية وهي نقطة مهمة جدا لخيلها الآن إلى أستاذ سليمان العقيل الذي تحدث أيضا هو عنها في إيجابته السابقة تحدثت أستاذ سليمان عن مسألة التحقيقات التي تبريها يعني جانب التحالف بعد كل عملية من هذه العمليات التي يسقط فيها مدنيين إلى أين أفضت هذه التحقيقات هل من إدانات صدرت بعد هذه التحقيقات هل من المسألات يعني نحن على مستوى الإعلام لم نسمع شيء من هذا القبيل لا حتى الآن التحالف لم يصدر شيء لأنه ما زالت تحقيق الحادثة من أمس عفوا للمقاطعة لكن أتحدث عن أخطاء للفترة الماضية منذ بداية ضربات التحالف نعم التحالف بدأ من أمس في التحقيق وأعتقد من هذا الموضوع يحتاج إلى مراجعة السجلات سجلات تقلع الطائرات وسجلات الإحداثيات وملفات إدارة العمليات والتحقيق مع الطيارين ومع زود الإحداث هذه عملية لا تتم في ساعة 8 ثلاثة في يوم هذه تحتاج إلى أيام إذا أردنا الوصول إلى نتائج مضوعية ماذا عن حالات السابقة؟ نتحدث عن 30 غارة يعني استهدف فيها مدنيون وسقطوا ضحايا بسببها منذ مارس 2015 ماذا عنها؟ ماذا عن نتائج التحقيقات في هذه الحالات؟ من أفاد بهذه الإحصائية؟ نحن استعرضنا قبل قليل إحصائية صادرة عن منظمة سام للحقوق والحرية وهي واحدة من منظمات ذات الشقة منظمات حقوقية مقربة للحوذي تعتمد أرقام هو يعطيها أنا لا أذق فيها ولا أعترف فيها أنا أعترف بما شهد حيانا بيانا وبما سجلته المنظمات المحايدة التي ليس للحوذي على أي حال هذه منظمة محايدة لا نمنح نحن شهادات لأحد لكن هي من المنظمات التي عرفت بأنها متوازنة في طرحها إذا كنت شكك بهذه الأرقام سيد سليمان طرح لنا أنت الأرقام التي لديكم الأرقام التي نعرفها هي الأرقام التي حقق فيها التحالف التحالف حقق في أربعة عمليات أو في ستة عقوان وأعلن عن مسؤولية عن ثلاثة عمليات أو أربعة وفي عمليتين رد واضح في هذا أنا أعتقد أن العدد لا يتجاوز صابع اليدين وأنا متأكد أن الأخطاء فيها تضخيف الرقم وفي توظيف سياسي ونحن لا نعطي اعتبار للدعاية الحوثية أنت اسمعي إذاعة الحوثيين وشوف قناة المسؤولة كلام ليس له أول ولا آخر وكل أكادين وكل فجاجة وطرحوا في الإسنوب هذه جهة غير مسؤولة وغير أخلاقية وغير سياسية وليست ذات سيادة ولا يمكن مقارنة دعني أحول هذا الحديث هذا الطرح أو هذه وقسم هذا النظر إلى سيد البرا الحوثي ليس سلطة سياسية في اليمن الحوثي ميليجيا محاصرة ملاحقة تحت طائلة القانون ومن يقع تحت سلطة الحوثي عليه في واقع الأمر أن يبتعد عن مناطق العسكرية والمناطق التي يضعها الحوثي دروع بشرية الحوثي يستخدم المدنيين دروع بشرية والحوثي هو يسعى إلى قتل المدنيين كي يوظف هذه العمليات توظيف سياسي إذن الحوثي لا يهم الإنسان لا اليمني هذا أمر محسوم سيد سليمان نحن نتحدث الآن عن الجماعات المنظمة نعم كالتحالف العربي باعتبارها نتحدث عن أطراف تمثل دول وجماعات منظمة لا تحدث عن ميليشيات ولسنا الآن في سياق المقارنة مع جماعة الحوثي لأنه إذا سنقارن ما يفعل الحوثي سنذهب باتقاه الجماعات الإرهابية ومتطرفة كالقاعدة وغيرها أتحول بهذا السؤال إلى البراء البراء شيبان هذا الطرح الذي تحدث عنه سيد سليمان أيضا يحللنا إلى سؤال منطقي ومشروع أن المنظمات التي ترفع هذه التقارير من الداخل كما تعرف البراء هي منظمات راضية عنها السلطة الانقلاب كما تعرف وليس هناك أي وجود للمنظمات الحقوقية المحايدة كما أشار سيد سليمان كيف يمكن أن نثق بما ترفع من تقارير حقوقية من قبل المنظمات العاملة تحت غطاء الانقلاب أو حتى من قبل الانقلابين أنفسهم نعم بالنسبة لعمل المنظمات نحن في البداية موضوع جماعة الحوثي والانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي أعتقد أننا تناولناها في كثير من الحلقات سواء في هذا البرامج أو في غيره من البرامج وتناولنا بالتقرير وبالتفصيل ما تقوم به جماعة الحوثي هناك مفارقة عندما نتحدث هل العملية التحالف العرب بشكل عام وما قامت بالحكومة اليمنية يقع ضمن أو تحت الإطار القانون الإنساني الدولي نعم ولكن هل العمليات متناسبة مع هذه العملية هنا السؤال المنظمات التي تعمل على سبيل المثال منظمة سام هذه لا تتبع جماعة الحوثي بالعكس هؤلاء راصدينها يلاحقوا ويطاردوا وعندما تلاحقهم جماعة الحوثي قد يسجلوا فهذه منظمات موثوقة بها وهناك كثير من المنظمات التي تعمل ويتم ملاحقتها والتضييق عليها من قبل جماعة الحوثي هذه المنظمات اليوم نفسها هي التي ترفع إشارة الخطر فيما يتعلق بعمليات التحالف العربي هذه المنظمات هي من تحذر أن هذه العمليات لم تعد عملية فقط أخطاء هذه تجاوزت إلى مرحلة انتهاكات ولذلك نحن نقول أن على التحالف العربي أن يقوم بعملية تقييم جادة للعمليات وأن يبعد المناطق المدنية والمناطق المفضلة بالسكان ليس هناك داعي أصلا أن تقصوها بالصواريخ هذه بعيدة عن مناطق النزاع وهناك مفارقة عندما نتحدث على سبيل المثال في عملية المخى التحالف أعلن للمدنيين أن يخلوا المنطقة ولذلك كان المدنيين فرصة أنهم يخلوا المنطقة عندما استخدمتهم جماعة الحوثية استطعنا أن نقول أن جماعة الحوثية تتحمل المسؤولية ولكن عندما تقصف مثلا صالة عزاء صالة عزاء فيها نساء وأطفال أكيد أنهم لن يخلوا المنطقة ليس هناك حتى لهم تحذير بإمكانهم أن يغادروا هذا المكان حتى ويقولنا أن نوجد مقاتلين مسلحين بجانبهم هذا لا يبرر أبدا المنطقة بعيدة عن منطقة الاشتباه نعم وهناك سؤال أيضا أكثر إلحاحا في هذا السياق البراء وأحيله هذا الآن السؤال للسيد سليمان حول عدم قصف التحالف لكثير من المناطق العسكرية المعروفة أمام القميع ولأماكن تواجد دبابات تقصف على مدار الساعة المدنيين هي في منأة عن هذا القصف لمدة طويلة نتحدث عن تعزيزات عسكرية ومعسكرات مفتوحة يعرف القميع أماكنها لا يتم قصفها وبالمقابل يتم قصف مدنيين في أماكن بعيدة عن مناطق النزاع يعني كيف يمكن أن نفسر ذلك؟ أنا عندي الحقيقة تحليل أو اعتقاد وهو اعتقاد غير راسق وإنما يمكن أن يكون في حدود الظن أنا أعتقد أنه ربما يكون هناك اختراق من الحوثي لمزودي الإحداثيات وأن الحوثي ربما كان بحاجة إلى صارة عزة جديدة مثل ما حصل في صنعاء وأنه هو الذي سرب عن طريق عميل ربما اخترق الحكومة الشرعية أو الجهات التي تزود بالإحتاثيات وربما هم قصدوا أو احتاجوا إلى هذه العملية لأنه ما في مبرر في الحقيقة لقصف صارة عزة ولا أعتقد أن التحالف كان يقصد أن يقصد صارة عزة أو لموقع مدني إطلاقا فلذلك أنا في حدود ظني أنه ربما أن الحوثي كان محتاج عملية زي كذا وأنه هو الذي سرب إحداثية لأن الإحداثية باين أنها كانت دقيقة وكانت يعني معدة بطريقة مشبوهة وربما أنه كان بحاجة إلى مصيبة تخلصه من المأزق الذي يقع فيه الآن خاصة في ظل الحصار العملي والسياسي وضع الحوثي الآن من ناحية استراتيجية ووضع سيء محاصر الآن هو وولاحق في الساحل الغربي ووضعه الدولي سيء لأنه سياسة كيري صديقهم كيري اعتزل للعبل السياسي وتوجه إلى المظاهرات للشوارع وكانوا يعتمدون عليه أستاذ سليمان فهم الآن محتاجين نعم أستاذ سليمان وضحت هذه الفكرة نعم سيد سليمان الفكرة واضحة وعلى الحقومة وعلى الحدود السعودية والحقيقة أنني أنا أحمل أيضا ججب الشعب اليمني مسؤولية وصول الحرس التوري إلى الحدود السعودية الآن الذي يحاربنا طيب أستاذ سليمان لماذا هناك من يتساءل أستاذ سليمان نعم الفكرة واضحة وهناك مسؤولية يمنية أنا أحمل اليمنيين الواقع الذين يعملون مع الحوتي أو حتى تحت سلطة الحوتي مسؤولية وصول الحرس التوري إلى الحدود السعودية نعم طيب أستاذ سليمان لماذا لا تخسم المعركة عسكريا كما تم الإعلان عن ذلك أكثر من مرة وبذلك ننهي هذا الملف إلى غير رجعة نغلق هذا الملف عسكريا وإنسانيا وحقوقيا وعلى جميع الصعود يعني كنت أسألك سيد سليمان أنه حتى ننهي هذا الملف تماما لماذا لا يتم حسم المعركة عسكريا طوال عامين منذ بداية الحرب نعم لماذا لا يتم حسم المعركة عسكريا لإغلاق هذا الملف والخروج من هذه الدائرة وهذه القدلية والأخطاء وأيضا لماذا لا تحقق السعودية الوعودة التي والتحالف بشكل عام الوعودة التي أعلنتها غير مرة أمام الجميع بإنهاء هذه المعركة سواء على الصعيد السياسي أو العسكري وإنهاء معاناة اليمنيين يعني نهائيا بدل هذا الحديث عن أخطاء وعن رمية تهم بين أطراف مختلفة أولا الآن التحالف لم يسترعود هذا كلام مون صحيح لم يسترعود وأي واحد يدخل أي جهة تدخل حرب لا تعطي حدود حتى الولايات المتحدة عندما تدخل حرب لا تعطي حدود لنهاية الحرب لأن هذا معروف في النظريات العسكرية الحروب عندما جهة تخوض حرب لا تعرف متى تنتهي هذه عملية بديهية وأنا يعني على ثقة أنه الناطق العسكري باسم التحالف لم يستر أي وعد بمدة الحرب فهذه نقطة ولكن أنا أعيدكم إلى الأصوات التي ظهرت في الشهر الأول من العملية قالوا لماذا لم تنتهي الحرب هذه حرب جبال وحرب أودية وحرب داخل فيها قوة إقليمية حرس دوري وعقائد دينية وعقائد سياسية والمستهدف فيها أكبر دولة في الجزيرة العربية يعني إيران عندما فتحت هذه الأزمة كانت تريد في الواقع أزمة كبيرة ذات طبيعة استراتيجية في الجزيرة العربية لا تتوقعين أختي أن مهاجهة مع إيران تنتهي لا في سنة ولا في سنتين العرب لهم مع إيران الآن أكثر من ثلاثين عام نعم سيد سليمية لكن إيران لم تسقط لكن إيران لم تسقط ومن سقطهم اليمنيون اليمنيون طيب سيد سليمية أبعطيكم خلاصة الخلاصة ما دام اليمنيون سمحوا للإيرانيين بأن يدخلوا بلدهم ويخربوا دولتهم ويسقطوها ويحاربوا المملكة العربية السعودية عليهم ليس اليمنيون من فعل ذلك وإنما بسيط فئة معينة من هذه الأزمة فيها آلام سعودية منذ ما فيها آلام يمنية نحن يموت من أبلائنا يوميا من العشرات سواء المتلقيين أو عشكريين لكن نحن وهل تنتقموا أنتم بذلك من اليمنيين سيد سليمان هل أفهم من كلامك بأن السعودية الآن تنتقم من اليمنيين لأنها سمحت لإيران كما تقول بأن تكون اليمن ذراع لها والسيطرة على السعودية لا هذا تفسيرك أنتي تفسيرك أنتي أنا أقول ما دام الحرس الثوري الإيراني وصل اليمن وسمح له بأن يهدد الحدود السعودية نحن ندفع ثمن مثل الشعب اليمني الشعب السعودي يدفع ولكن لم نقل آه يعني يوميا يموت سعوديون ولم نقل آه ولم نلجأ للتظلمات عند حقوق الإنسان لأننا ندافع عن سيادتنا وعن أرضنا فلذلك اليمنيون الآن الذين يأخذون حرب ضد حركة الإنقلاب وأعتقد أنكم تسؤون منهم واجب أنكم اليوم ما تضرون الحوتي أنه ضحية الحوتي هو المعتدي هو الجبار سيد سليمان نحن نتحدث عن ضحايا مدنيون سيد سليمان إذن تحول إليك أستاذ البراع تعرف يعني من طرح الآن أستاذ سليمان وكما تعرف أنه فعلا الملف السياسي والعسكري والحقوقي شائك جدا وملتبس فيما يتعلق بالقضية اليمنية كيف يمكن الفصل البراء كيف يمكن الفصل بين هذه المفردات المتعلقة بالملف اليمني دون أن يمس أحدها الآخر ودون أن تتشوه الصورة الكاملة لما يحدث في اليمن بداية أنا أعتقد أنه من غير من المؤسف وأنه من غير الأخلاق حقيقة أن نحمل هؤلاء المدنيين الأبرياء مسؤولية ما تقوم به جماعة الحوثي مثلما يجب أن لا نحمل المدنيين الأبرياء مسؤولية ما تقوم به جماعات أخرى مثل القاعدة أو داعش أو غيرها لا يجب أبدا أن نبرر أنه بسبب وجود ذراع إيراني أو وجود جماعات مسلحة على الفدود السعودية أن هذا يبرر مثل هذه العمليات هؤلاء كانوا في صالة عزاب بعيد عن مناطق الاشتباك وهنا بيت القصيد نريد أن نصل إلى النقطة المهمة هذه المناطق الاشتباك مع جماعة الحوثي ليست المناطق التي سقط فيها المدنيين تتحدث عن صالة عزاب في منطقة أرحب بعيدة كثيرا عن منطقة الاشتباك تتحدث عن مثلا المرة السابقة حصل هناك ضحايا في فنحديدة حدث هناك ضحايا في منطقة حجة هذه كلها بعيدة عن مناطق الاشتباك عندما تقوم التحالف بعملية تقييم لهذه الحوادث سوف يراجع العملية ويقول يجب علينا أن نبعد هذه المناطق من هذه الضربات لأنه عندما تقترب العمليات العسكرية من منطقة معينة العمليات العسكرية توحي للمدنيين أن يخلوا هذه المنطقة حفاظا على أرواحهم ولكن عندما تقصف أنت بشكل كامل مناطق كثيرة المدنيين لا يتلقوا التنبيه أو التحذير حتى يخلوا المنطقة حتى يتجنبوا القصة نعم لكن سؤالي حول تداخل الملف السياسي والعسكري والحقوقي فيما يتعلق بما يحدث في اليمن وعدم أيضا حيادية حتى المنظمات الدولية فيما يتعلق بنظر لهذا الملف كما تعرف كيف يمكن الفصل بين هذه القانب بين حدوها ومواقف المنظمات ودول بأكبرها فيما يتعلق بأطراف الصراع في اليمن وبين الجانب الحقوقي حيادية أم غير حيادية للمنظمات ما تتحمل سقوط هؤلاء المدنيين الحكومة الشرعية والتحالف سواء كانت المنظمات حيادية أم غير حيادية هذه مسألة ثانويا نناقشها لا أتحدث عن مسؤولية البراء نعرف كل طرف تحمل مسؤولية الضحايا الذي يسقطون تحت طائرة وأنا أسأل كيف يمكن الفصل بين هذين القانبين ونحن نعرف بأن هناك ثقل كبير للدول ومنظمات كبيرة تتلعب في هذا الملف تحديدا من هنا تأتي أهمية التقييم ومراجعة هذه الحوادث والتواصل مع الضحايا بشكل مباشر حتى لا يتم استغلال هذه النقطة من قبل الانقلاب الآن هذه العمليات بشكل واضح تخدم الانقلاب لا تخدم الشرعية عندما يسقط مثل هؤلاء المدنيين هذه تتعطي طوق نجاح للانقلاب لا تخدم الشرعية بهذه الطريقة ويجب علينا أن لا نتحسس من رفع هذه القضايا عندما نقول أننا حريصين على الدولة يجب على الأستاذ سليمان وغيره من المفكرين السعوديين تماما كما قلت بأن المستفيد الأول ربما من هذه الضربات الخاطئة أو هذه المدنيين الذين يسقطون بسبب ضربات التحالف المستفيد الأول هو الانقلابيون ربما يحتفون كما نلاحظ أنهم يحتفون بهذه الضربات ويتم نشرها على أوسع النطاق وتعد بنسبة لهم مادة دسمة لاستمرار المزيد من قرائمهم سيد سليمان ونحن نتفق معك فيما يتعلق بأن الحوثي لا مقال للمقارنة مع قرائم وبأنه جماعة خارجة عن القانون وخارجة حتى المنطق وهنا أيضا نتساءل نحن ما الذي يمكن أن تستفيده السعودي وهذا السؤال أيضا قاء على لسان أحد الأصدقاء خالد المطري يسأل ما الذي يريده التحالف من اليمن بالضبط طالما ولم يحسم المعركة لم يحسمها لا عسكريا ولا سياسيا ولا أسلم المدنيين من القتل لا أعتقد أن التحالف بل متأكد أن التحالف لا يستفيد من ضمن المدنيين هذه عملية يستفيد منها المتمردون الأمكلابيون القتلاء المجرمون الذين يمسكون بالسلطة بالقوة وبالعنف على رقاب الشعب اليمني وهم الآن يهددون المملكة العربية السعودية ونحن نعرف أهدافهم أنها أهداف إيرانية وهم الذي يأخذ الحرب على فكرة الذي يوجهها الحرس التوري والله لا الحوثي عنده فكرة عن الصواريخ الباليستية ولا عنده فكرة عن التفتيكات التي نشوفها في الحدود والتي يروح فيها ضحايا الشباب اليمني مع الأسف الشديد فداء للأطماع الإيرانية نحن لا نرى أن التكلفة التي ندفعها الآن نحن في المملكة العربية السعودية والتي يدفعها الشعب اليمني هذا ثمن تساعل البلدين أمام الإختراقات الإيرانية اليوم الأخطاء هذه هي في الواقع فاتورة الدم فاتورة ندفعها في سبيل الوصول إلى المرافق النجاة نحن الآن في خطر الإقليم كله في خطر إيران تهدد السوريين وهي الآن تقصف العراقيين خر 150 بيت في الموص الأمس بواسطة ميليشيات محسوبة على إيران شحنت بالعقيدة عقيدة الكراهية يردون أن ينقلوا المأساة التي صنعوها في سوريا وفي العراق إلى اليمن نحن في واقع الأمر الآن في حرب دفاعية نحن والحكومة والشعب اليمني ضد هذه الزمرة التي تقاولت معها إيران لإحداث اضطراب في جنوب الجزيرة العربية في سبيل الوصول لهذا الحدث لهذه الهدف السامي والنبيل هناك تضحيات ندفعها يدفعها السعوديون مدنيون وعسكريون نحن ندفع أثمان وأكلاف في الأرواح وبالتأكيد في الممتلكات وفي الأموال نحن نعرف أننا ندفع هذا الثمن إنما هذا الثمن يدفع اليوم لأنه لم يتم التحرك من قبل للاجم هذه الثغرة التي تسلل منها الحرس التوري ووضعنا ووضع الشعب اليمني والدولة اليمنية في هذا الموقع بالتأكيد أنه قتل المدنيين في اليمن وفي السعودية أمر لا يسر وأمر مستهجا وغير مطلوب بالتأكيد ومندد به لكن نحن الآن في واقع الأمر وعليه سيد سليمان ما الذي تم اتخاذه من إقراءات احترازية على الأقل تفاديا لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الصوت على الدباعي ما الذي تم اتخاذه هل هناك من إقراءات تم اتخاذها بنانع تحقيقات سابقة فيما يتعلق بانتهاكات مشابهة لتفادي سقوط المدنيين في مثل هذه الضربات؟ بالتأكيد أولا أنه انه اتخذت إجراءات والآن فيه مخصصات ستدفع لضحايا ولكن لم تدفع لسلطة الأمر الواقع لن تصل الأموال لسلطة الأمر الواقع لأنها ستخطف وستوظف فيما يسمونه الجهد الحربي عندما تعود الشرعية إلى صنعة بالتأكيد أنه الضحايا سيتسلمون التعويضات وبالتأكيد أنه فيه تصحيح في العملية في الأخطاء يعني الآن الأخطاء تتقلص هذا أول خطأ في عام في ستة شهور تقريبا على أي حال سيد سليمان على أي حال سيد سليمان الإحصائيات تقول غير ذلك تقول بأن هذه الضربات تتكرر بوتيرة أكثر من ذي قبل أتحول بسؤال أخير إلى سيد البراء شيبان أسألك عن البثار القانوني لهذه الانتهاكات وصولا للعدالة فيما تعلق بعدالة انتقالية للضحايا نعم أنا أريد أن أقول نقطة مهمة الأستاذ سليمان ذكر الأخطار الإيرانية والأخطار المحدقة ووضع الانقلاب وماذا يراد أن تكون اليمن وكيف تتحول اليمن لبؤرة أريد أن أقول أن أكبر ما ندفعه ونخسره سواء المؤيدين الحكومة الشرعية أو المملكة العربية السعودية والتحالف هي الثمن الأخلاقي الثمن الأخلاقي أمام الناس وأريد أن أذكر الأستاذ سليمان تذكر كيف كان حالة اليمنين عندما استقبلت المملكة العربية السعودية الكثير من اللاجئين الذين لجوا إليها في بداية الحرب وكيف كان انطباعهم على النملكة العربية السعودية وكيف صححت أوضاع الكثير من اليمنيين هذا الثمن أخلاك وكيف الآن وقال مملكة عربية تحالف فيما يتعلق بعد ما يصفت مثل هؤلاء المدنيين هذا هو أكبر اختبار أمام الحكومة اليمنية وأمام التحالف بالنسبة سريعا فقط ووضع العدالة الانتقالية لا يمكن للعدالة الانتقالية أن تتم إلا بعد أن تنتهي هذه الحرب والذين نتمنى أن تنتهي في أقرب وقت نتمنى ذلك أستاذ البراء أشكرك قزيل الشكر وأشكر الكاتب والمحلل السياسي السليمان العقي ليكن تبعنا من الرياض وأشكركم أعزنا مشاهدين على طيب المتابعة في الختام تقبلوا تحياتي أنا أسوان شاهر ومعدل برنامج أسامة القطيب وكافة الفريق الفني لبرنامج ألتقيكم في حلقة جدا من فضاء حر الأسبوع القادم في نفس الموعد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر